اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على تنامي العلاقات البحرينية الفرنسية وما تشهده من تطور على مختلف الصعود ومواصلة العمل بين البلدين الصديقين للدفع بتلك العلاقات نحو افق ارحب جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر القضيبية اليوم سعادة السيد بيرنارد رينو فابر سفير جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة واثنى سموه على جهود السفير الفرنسي في توسيع العلاقات البحرينية الفرنسية وتمنى سموه التوفيق والنجاح لسعادة السفير في مهامه المقبلة وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة السفير الفرنسي الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية وخاصة ما يتعلق منها بدعم اسس الاستقرار والسلام والامن من جانبه اعرب سعادة السفير الفرنسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ما لقيه من دعم واهتمام بمملكة البحرين اسهمت في تسهيل مهام عمله في المملكة اشتركوا في القناة